قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرو بلقضاء إن ستة شركات استكملت إجراءات التصدير إلى الأسواق الأوروبية بمجاب اتفاق تبسيط قواعد المنشأ خلال لقاء في جمعية رجال الأعمال الأردنية الأوروبية وأكد لقضاء أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لمساعدة القطاع الصناعي للاستفادة من الاتفاق مؤكداً أهمية تطمين مفوضية اللاجئين السوريين على استمرار حصول السوريين على المساعدات وعدم فقدان صفة لاجئ في حالة عمله بشكل رسمي من جانبه رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية جمال فريز قال إن التصدير إلى أوروبا ضمن قرار تبسيط قواعد المنشأ يواجه صعوبات منها عزوف العمالة السورية عن العمل بالقطاع الصناعي وضعف القدرة التسويقية للمنتجات الأردنية وستناء المنتجات والصناعات الزراعية والغذائية من الاتفاق